التقلق النجاح عنوانه محمد صلاح الحقيقة يعني محمد صلاح بيواصل كتابة التاريخ الحقيقة الاسبوع ده كمان نجملها الكبير محمد صلاح بيواصل كالعادة كتابة التاريخ في الملاعب الانجليزية صلاح قاد ليبر بول زي ما كلنا متابعين للفوز بنتيجة 3-1 على وستهام ده كان طبعا في الجولة السادة من عمر الدوري الانجليزي ويسجل محمد صلاح حدف ليبر بول الأول من ضرب الجزاء حصل يعني هو حصل عليها ويسددها بنفسه طبعا تعرض للعرقلة داخل المنطقة من المدافع المغربي نايف أكرادوي رفع بهذا الفوز رصيد ليبر بول إلى 16 نقطة والانفراد بالمركز الثاني في جدول الترتيب بعد الجولة السادة بفارق نقطتين عن المان سيتي المتصدر طبعا ويمكن ليبر بول استفاد جدا جدا من انتعادل طبعا أرسنال وتوتن هام 2-2 في ديربي لندن ورجعوا المركزين لورا المركز الرابع والخامس وقعد طبعا صعود برايتون طبعا برايتون كمان من الفرق المميزة جدا ويفوزوا على بارموس 3-1 وتصدر المركز الثالث لكن محمد صلاح الحقيقة بعد هدف مبارح في شباك ويست هام أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليز الممتاز بيسجل أو بيصنع في 12 مباراة متتالية مرتين خلال مسيرته في البريمير اللي جي يمكن هو عملها المرة الأولى يعني عملها كان ساهم بالمشاركة والتسجيل في 15 مباراة ده كان في 2021 لكن الأمر الحالي في 12 مباراة يدر يكون مساهم بأهداف أو بأسست كمان الفرق المصري الحقيقة أصبح خامس لاعب يسجل أو يصنع في أول 6 مباراة لفريقه في الموسم بعد طبعا دي الأرقام بعد طبعا ديك هام ده كان في اليونيتد في موسم 2001-2001 وتيرن هيرلي مع الأرسنال في موسم 2004-2005 أجويرو مع المين سيتي في 2019-2020 وطبعا هالند رفقت الستي في الموسم الماضي 20-22-23 هذا التألق دفع الحقيقة بعض الجامعات الكبيرة وعلى رأسها دراسة في هارفود بتبرز كواليس إيه اللي حصل مع صلاح وخاصة الفترة بتاعت تجديد العقد بتاع محمد صلاح الفترة كان صعبة جدا خاصة أن الحضراتكم عارفين كان موسم سيء لليبر بول وبالتالي النهاردة محمد صلاح بينشر عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر صفحة من دراسة خاصة عدتها جامعة هارفود الإنجليزية الشهيرة عن تفاصيل تجديد عقد الفرعون المصري مع نادي ليبر بول الحقيقة الدراسة بتدور يمكن اللي عدتها دكتورة ألبريس عن تفاصيل تجديد عقد محمد صلاح مع ليبر بول في 2022 يعني بعد ما نشر محمد صلاح الدراسة وبدأت يعني الدراسة بدأت بجملة لقد بدأت أخشى أننا قد لا نتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد العقد ده على لسان محمد صلاح عرض الليبر بول الأول الأخير لا يزال بعيدا عما نريد محمد صلاح بيقول خطوات التجديد كانت عاملة إزاي ويخلي بالك برضو في يعني محمد صلاح ما بيعودش يتناقش أو يتكلم لأ عنده وكيله طبعا رامي عباس هو اللي بيتكلم عنه عنده شركة وعنده مانيجمنت كبير جدا يعني ما تلاقيش محمد صلاح بيعود مع رئيس النادي أو بيتكلم في أرقام الكلام ده هو الشركته وهو اللي بتروح بتناقش العقد مع مسؤولي ليبر بول بتحط الأول للعرض الأولاني لا مش موافقين للعرض الثاني فمحمد صلاح كان بيقولك كنت خايف لأن العرض الأخير بتاع ليبر بول ما كانش أو كان بعيد جدا على اللي كنت بطلبه الدراسة كمان تبعد بتقول إن رغم طبعا صلاح رغم المسم السيء اللي هو في 2022 لكن بعد إنجازاته مع ليبر بول كان بلا منافس الحقيقة وأكبر نجم رياضي في العالم العربي كله وهنا بيقول إن إحنا بنتذكر كمان إن رامي عباس هو اللي بيعمل خلف الكواليس عمل مع صلاح مش بس في ليبر بول لكن كمان في تواجده أثناء تواجده في إيطاليا وممكن نقول إن المانجمند أو المجموعة العمل بتاعت محمد صلاح ورامي عباس والمستشيرين أو الوكلاء لمحمد صلاح الحقيقة عملوا مجهود أكتر من رائع في هذا التجديد الدراسة كمان أضحت إن الشراكة ما بين محمد صلاح ورامي عباس زي ما بيقول لحضراتكو إن التحدي الكبير بعد انتهاء عقد محمد صلاح مع ليبر بول وكانت عملية تجديد عقد محمد صلاح طويلة ومتوترة حضراتكو كلنا كنا يعني كنا متابعين هذه التطورات وهذا التوتر وإن العملية كانت محمد صلاح قاعد لا محمد صلاح ماشي هياخد 200 لا هياخد 300 وبدأت الناس تتكلم وكان فيه توتر شديد جدا جدا لكن كمان كان فيه رغبة كبيرة جدا من محمد صلاح ودي اللي حسمت الأمور بشكل كبير زي الفترة اللي فادت كان عنده رغبة في استكمال ما صرته مع ليبر بول للنهاية بعد الابتصالات كتيرة جدا جدا مع صلاح ووكيله وتفاصيل العقد الجديدة مع ليبر بول بعد يمكن ازاي ما بقول لحضراتكو دراسة كبيرة لكل الأحوال بين نسبة محمد صلاح قدر يجدد فعايز اقول لحضراتكو ان محمد صلاح بقى مادة يعني بقى مادة تدرس وبقى تقلق محمد صلاح مش التقلق الأخير ده السنوات الأخيرة وما بناه محمد صلاح في الدورة الإنجليزية الحقيقة دفع كتير من الطلاب الجامعة ودفع كتير من الجامعات الكبيرة في انجلترا انها تدرس حالة محمد صلاح وكيف يتقلق هذا الفرعون المصري ويكسر الأرقام ويحطم الأرقام القياسية الحقيقة فخر كبير جدا جدا لنجمنا الكبير محمد صلاح